لماذا يبني النحل خلاياه بشكل سداسي؟ أولاً لماذا يحتاج النحل أصلاً لبناء الخلايا؟ يحتاج النحل لمكان يستطيع الراحة فيه وتخزين العسل ولتحقيق ذلك يقوم ببناء الخلايا يحتاج النحل للعسل للحفاظ على حياة صغاره والحفاظ على تماسك العش الخاص به لذلك فإن مساحة التخزين الآمنة تعتبر أمراً أساسياً ويضطر النحل للسفر آلاف الرحلات من أجل جمع مقدار ضئيل جداً من العسل لذلك فإنه من المنطقي أن يقوم النحل ببناء هذه البنية المذهلة لضمان عدم ضياع العسل الذي جمعه بعد التحليق يبدو الشكل سداسياً منطقياً يحتاج النحل إلى مساحة يخزن رحيق الأزهار فيها وحمايتها حتى تتحول إلى عسل من أجل ذلك يقوم النحل ببناء مساحات تخزين صغيرة وخلايا هي كبيرة كفاية لتتسع لنحلة بداخلها ويمكن استخدامها كمساحة تخزين تصنع هذه الخلايا من الشمع لكن النحل يريد استخدام أقل قدر ممكن من الشمع لأن إنتاجه يتطلب مقداراً كبيراً من العمل والجهد أيضاً ولكنه يريد زيادة مساحة تخزين رحيق لأقصى حد بشكل أساسي فإن النحل يبحث عن تصميم له أقصى مساحة تخزين من العسل باستخدام أقل مقدار من الشمع ذو القيمة الكبيرة والشكل الذي اختاره النحل في أنحاء العالم هو سداسي الأضلاع لماذا الشكل سداسي الأضلاع؟ بداية إن ترتيب الأشكال السداسية جنب إلى جنب ودون تخريب الشكل الهندسي للبنية الكلية للعش هو أمر سهل جداً وهذا يعني أنه بإمكان الكثير من النحلات العمل في الوقت ذاته وتنفيذ العمل بكفاءة أيضاً يمكن ترتيب الأشكال السداسية بإحكام شديد وبدقة وعناية بجانب بعضها البعض ودون وجود أي فراغ في كامل بنية العش عن طريق تقليل المساحات الفارغة إلى أقصى حد لكن لماذا لا يختار النحل شكلاً آخر مثل الدوائر أو المربعات؟ في حال بناء العش عن طريق جمع العديد من الدوائر عندئذ ستبقى مساحة صغيرة فارغة بين كل مجموعة من الدوائر المتجاورة وهذا لأن مساحة التلامس بين الدوائر المتجاورة صغيرة جداً بقدر ما يكون المظهر هاماً والشكل ضرورياً لدخول النحلة فإن السداسي هو الشكل الأقرب للدائر الذي يحقق الأمرين معاً ومع ذلك فإن النحل يملك سبباً يتعلق بالرياضيات لاختياره هذا التصميم بما أن النحل يحتاج إلى أقصى مساحة باستخدام أقل كمية من الشمع فإن الشكل السداسي مناسب تماماً يستهلك الشكل السداسي أقل مقدار من الشمع اللازم لتغطية مساحة سطح جميع الجدران في نفس الوقت فهو يوفر أكبر مساحة لتخزين العسل لا يوجد أفضل لتحقيق حسابات الكفاءة في هذه وقد قام النحل بهذا الأمر بشكل طبيعي على مدى فترة تطوره التي تمتد لملايين السنين وآلاف الأجيال من كان يتخيل أن النحل هو أكثر من مجرد حشرة طنانة تمتلك أنفاً يتتبع الأزهار أيضاً إنها حشرة عبقرية في علم الرياضيات ترجمة نانسي قنقر